أهلا بكم مشاهدين بإجمال عدد أسهم يبلغ 200 مليار سهم شركة أرامكو السعودية تستعد للإدراج في السوق المالية حيث سيكون أكبر اكتتاب وأكبر إدراج في التاريخ لأكبر شركة في العالم واستعدادا لهذا الطرح الضخم والغير مسبوق قامت السوق المالية السعودية بتحديث منصاتها كما قامت بموائمة إجراءاتها مع المعايير الدولية برأس مال يبلغ 60 مليار ريال وبإجمالي 200 مليار سهم تترقب السوق المالية السعودية إدراجا وبدء تداول جزء من أسهم شركة أرامكو برأس مال يبلغ 60 مليار ريال وبإجمالي 200 مليار سهم تترقب السوق المالية السعودية إدراجا وبدء تداول جزء من أسهم شركة أرامكو أكبر شركة نفط في العالم حيث لم تشهد السوق المالية طرحا عاما أوليا بهذا الحجم والنوع فأكبر اكتتاب شهده السوق السعودي كان بقيمة تجاوزة 5 مليارات و200 مليون ريال وذلك بطرح أسهم البنك الأهلي التجاري خلال العام 2014 واستعدادا لهذا الطرح الضخم والغير مسبوق قامت السوق المالية السعودية بتحديث منصاتها كما قامت بموائمة إجراءاتها مع المعايير الدولية للاكتتابات بهدف استيعاب حجم التداول الضخم لضمان عدم حدوث أي تأخير في تنفيذ صفقات شراء أسهم أرامكو ومن المتوقع أن تساهم التحسينات التي قامت بها هيئة السوق المالية وتداول والتي أدت إلى انضمام السعودية إلى المؤشرات العالمية في نجاح عملية الطرح الأولي لأرامكو الكاتب المحلل الاقتصادي الأستاذ محمد العمران ضيفي للحديث أكثر حول هذا الموضوع أهلا بك أستاذ محمد أستاذ محمد استعدادات معلنة قامت بها هيئة السوق المالية وأيضا استعدادات البنوك هنا وهناك نسمع أخبار كيف تقيم هذه الاستعدادات حتى اللحظة بسم الله الرحمن الرحيم هو في الحقيقة من ثلاث سنوات تقريبا من يوم ما أعلن سموه سيدي ولي العهد عن النية بطرح شركة أرامكو للاكتتاب العام جهود كبيرة في الحقيقة قامت فيها عدة جهات من ضمنها الشركة نفسها شركة أرامكو صندوق الاستثمارات العامة براء الاستثمار للدولة بالتأكيد السوق المالي هيئة السوق المالية قامت بغربلة نظامها ولوائحها لتتماشى مع هذا الاكتتاب الضخم أيضا وزارة التجارة أيضا مؤخرا تنسيق كبير في الحقيقة مع كبريات الشركات والبنوك الاستثمارية والتجارية حول العالم ورش عمل واجتماعات تنسيقية كبيرة تطبيق مفاهيم جديدة حتى قامت فيها هيئة السوق المالية من ضمنها تطبيق مدير الاستقرار السعري اللي سيتم تطبيقه للمرة الثانية الآن في اكتتاب أرامكو في الحقيقة جهود كبيرة يعني تم التنسيق فيها تطبيق أشعر فون أستاذ محمد مدير الاستقرار السعري ويعني؟ ويعني أنه يكون في بنك استثماري دورة صانع سوق مؤقت لمدة ثلاثين يوم بعد إدراج السهم في السوق دورة يحاول أنه يثبت سعر التداول أنه لا ينزل بأي حال من الأحوال عن سعر الاكتتاب تم تطبيقه كتجربة في اكتتاب المراكز العربية وكان مدير الاستقرار السعري جولدون ساكس الآن طبعا نفس جولدون ساكس تم إعلان عنه أنه هو اللي بيلعب دور مدير الاستقرار السعري لإكتتاب سهم أرامكو بعد إدراجه في السوق لمدة ثلاثين يوم مما يعني أن هذا البنك الدولي حيسعى وحيبدل أقصى جهد ممكن لتثبيت السعر التداول ما ينزل عن سعر الاكتتاب كأقصى جهد طبعا فالأقصد جهود كبيرة حتى على مستوى الشركة نفسها الشركة عدلت نظامها الداخلي لليتماشى مع المعايير الدولية قوائم أيضا قوائم المالية الإفصاح هذا تحدي كبير كان فيه شكوك أن هذه الشركة تفصح والآن نجحت نجاح كبير في إعطاء إفصاح وشفافية مطلقة نشط الإصدار أكثر من 100 صفحة كلها معلومات غزيرة في الحقيقة قانونية وفنية وتسويقية ومالية في الحقيقة معلومات غزيرة جدا كان البعض يتوقع أنها معلومات محرمة لكن الآن أصبحت متاحة أمام الجميع وهذا يثبت نجاح الشركة في تجاوز هذه النقطة لا ننسى أيضا أن الشركة عدلت أنظماتها الداخلية المالية النظام الضريبي أصبح يتماشى مع الأنظمة الضريبية الدولية بالنسبة لشركات الطاقة فما يعني أنه فيه جهود كبيرة تم عملها من عدة جهات وعلى رأسها طبعا هيئة السوق المالية لكن الأقصد جهات مختلفة كل أدى دورها حتى يعني وهذه نقطة مهمة السيد محمد البعض يعتقد أن أرامكو من شهر يمكن أو من تاريخ الإعلام بدأت تستعد والحقيقة أن أرامكو بدأت تنتهج الكثير من الخطوات ومنها الشفافية التي أشرت له هذه نقطة هامة جدا وأيضا استعدادها لإصدار السندات وغيرها من الخطوات التي قامت فيها خلال ثلاث سنوات صحي بالتأكيد الشركة قامت بعمل ليست وليدة اللحظة هذا مقصد بتأكيد يعني هو جهد متراكم على مدى الثلاث سنوات الأخيرة وأعتقد الآن أصبحنا قريبين جدا من عرس اقتصادي كبير على مستوى العالم وليس على مستوى المملكة نتكلم عن أكبر شركة في العالم من حيث القيمة من حيث الأرباح ومن المتوقع أن يكون هذا أكبر اكتتاب في العالم أيضا مما يعني أنه هيجذب الأنظار جميع الشركات والاقتصاديين والاستثماريين حول العالم الآن حيث تركز أنظارهم على السوق المالي السعودية وتحديدا على آلية طرح شركة أرامكو للاكتتاب الآن ويعني اسمح لي أن أقتبس هذا المصطلح منك العرس الاقتصادي الكبير أرامكو لديها اتفاقيات امتياز حصرية فيما يتعلق باستخراج البتر وهذا النقطة في عليها نوعا ما لغط توضحها أكثر صدر هو واضح أول شيء المواردة الطبيعية داخل الأرض هذه مملوكة للدولة وليس هذا فقط الدولة لها جزئيتين هي تملك الحق فيها المواردة الطبيعية داخل الأرض وأيضا تحديد حجم الإنتاج للشركة وما عدا هذه النقطتين هي مفتوحة للشركة طبعا الشركة لديها حق امتياز حصري لمدة 40 سنة استخراج ومعالجة ونقل وتوزيع النفط ومستخراجات ممتز لكن ما عدا هذا من نسبة نأكد مرة ثانية لأن المسؤولين كررواها كثير ونؤكد هذه النقطة مجددا المواردة الطبيعية داخل الأرض وحجم الإنتاج هي من صلاحية الدولة فقط ولا تملك الشركة هذا الحق الشركة هي لها حق الامتياز الحصري في استخراج النفط ونقله وتوزيعه حول الآن ونذكر بهذه النقطة بعد إذنك بعد هذا الفاصل حيث نتابع أكبر اكتتاب في تاريخ السوق السعودي عرس اقتصادي عالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حياكم الله من جديد مشاهدين أستاذ محمد نفس النقطة قبل الفاصل بس نذكر فيها على عجالة اتفاقية الانتياز الحصري لاستخراج بيع النفط السعودي هي رخصة لدى عرامكو ولكن لا تمتلكها صحيح هي لا تملك المخزونة والمارضة الطبيعية داخل الأرض هذا حق حصري للدولة هي التي تملك هذا الحق الشركة لها الحق في استخراج ونقل وتوزيع النفط فقط لا غير إضافة إلى الدولة لديها حق آخر وهو تحديد حجم الانتاج تماشيا مع اتفاقات أوبك ومع اتفاقات دول خارج أوبك مثل ما معروف مثل هذا القرار يعتبر قرار سيادي للدولة وليس للشركة فبالتالي الدولة مثل ما قلنا قبل شوي لها حقين الموارد الطبيعية داخل الأرض وتحديد حجم الانتاج وما عدا هذه الجزئيتين الشركة تملك اتخاذ القرار يعني في النقل والاستخراج والمعالجة وهذه أعدناها لأنه نحن نرى بعض الأحيان اللغط يعني غير مقنع فيما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد رغم أنها واضحة أو وضحها المسؤولين مثل ما شرط سيد محمد طيب خلينا نأخذ نقاط القوة لأرامكو عند تقييمها يعني أنت كمحلل اقتصادي ما هي النقاط التي تقدر نقول أن أرامكو تمتلكها ولا تمتلكها غيرها مثلاتهم يعني أول شيء أكبر شركة طاقة في العالم يعني شركة أرامكو من أكبر عشر شركات طاقة في العالم مجتمعين الجانب الآخر أنها أكبر شركة ربحية في العالم أكبر ربحيتها تعادل ربحية أبل مع جوجل مع مايكروسو كلهم مجتمعين يعني أكبر خمس شركات في العالم وهي أرامكو أرباحها السنوية أكثر من هذه الشركات مجتمعين مجتمعين فهذه النقاط مهمة جدا يعني حاليا في تقارير تتحدث أن حجم الاستثمارات الأجنبية في شركات الطاقة العالمية تعادل بين 300 إلى 400 مليار دولار حول العالم وبالتالي لو جزء بسيط من هذا الرقم تحول إلى شركة أرامكو بالتأكيد أنها يعطي دفعة قوية لعمليات الشراء ويعطي أهميتها لا نسى أنها أكبر شركة طاقة في العالم الطاقة يعني شيء أساسي حول العالم في حروب تحدث بسبب الطاقة وأهميتها وأهمية يعني توفير إمداداتها على المدى الطويل وبالتالي الطاقة مهمة جدا في حياة البشر وهنا تجي أهمية شركة أرامكو السعودية وأهمية طرحها للكتتاب العام لأنها ستكون متاحة ملكيتها للمستثمر السعودي والمستثمر الأجيب على حد سواه وبالتالي الأمر مفتوح الآن للجميع طبعا تنفيذ لتوصية الملك عبديز الله يغفر له ويرحمه يعني من بداية تأسيس شركة أرامكو كان حريص أن المواطن السعودي يكون له حق تملك جزء بسيط من هذه الشركة وأعتقد الآن أننا اقتربنا جدا من تنفيذ هذه الأمنية وهذه الوصية وبالتالي أصبح المواطن السعودي والمستثمر الأجيب الآن لديهم الفرصة في امتلاك ولو جزء بسيط من أسهم أكبر شركة طاقة في العالم وحتى الطرحة بدأ من السوق السعودي وهذا دلالة على تنفيذ ما أشرت له من توصية تاريخية أو حتى اللي أشار الله سمولي العهد في أحد حديثها التلفزيونية إنها موجودة في نظام أرامكو نفسه صحي يعني هو طبيعي يعني هي شركة غير مدرجة مو معقولة تستمر طول العمر يعني معظم شركات المنافسة لأرامكو مدرجات في أسواق مالية مختلفة مو معقولة أكبر شركة في العالم ليس لديها قيمة تقديرية حتى وليس لها تداول في الأسواق المالية العالمية حتى تعكس قوتها وأهميتها ونقدر نستفيد ونجير هذه القيمة لمصلحة البلد على المدى الطويل فبالتالي كان من الطبيعي أن نشوف عملية الإدراج أنا وجهة نظري يمكن تأخرنا بعد فيها لكن عموما الآن يعني اقتربنا من تنفيذ هذا الحدث الأهم الآن شركة أرامكو على مرمى حجر بسيط من يعني تداولها من السوق المالي السعودي وهذا بالتأكيد هيعطي قيمة كبيرة للسوق المالي السعودي لأنها تجذب استثمرات تجنبية ضخمة حيتيح للدولة توفير سيولة نقدية كبيرة تستثمرها في مجالات أخرى وبالتالي تنويع مصادر الدخل لا ننسى أنها هيعطي زيادة في القيمة السوقية للسوق المالي السعودي وأيضا يرفع من تصنيفها بين الأسواق المالية العالمية وتحديد الأسواق المالية الناشئة ففي الحقيقة فوائد كبيرة من عملية الإدراج وأعتقد أنه يعني نشوفنا كيف تركيز وسائل الإعلام حول العالم هذه الأيام بشكل واضح جدا على اكتتاب أرامكو وحرصهم واهتمامهم الكبير في هذا الجانب جميل جدا على مستوى عمق السوق وأيضا جذب سوقنا بيصبح من يوم الأحد تحت أنظار جميع المستثمرين على مستوى العالم ما هي الفوائد غير أنه جذب العملة والمستثمرين على السوق السعودي هل سينضج؟ هل ستختفي الكثير من الممارسات الموجودة؟ قاعدين نشوفها في مجالس الإدارات للشركات وغيرها؟ طبعا أول شيء يكون أن أرامكو تدرج في سوق بالتأكيد سيكون العملية مقننة سترفع من مستوى الواعي لا ننسى أن هناك استثناءات حرصت الدولة على منحة للمستثمر السعودي بالدرجة الأولى أولها إعطاء منحة 10% من الأسهم في حال احتفاظ المستثمر السعودي 180 يوم أعتقد هذا استثناء مهم جدا ويعطي محفز للفرد السعودي أن يحصل على منحة مجانية إذا التزمن بالشروط المتفق عليها لا ننسى أيضا التوزيعات النقدية التي أعلنت عنها الشركة على مدى 5 سنوات 75 مليار ريال قد تكون في حدود 5% تقريبا تزيد تنقص حسب التقييم الشركة طبعا يعلن عنها بنهاية بناء سجل الأوامر لكن عندما نتكلم عن عائد 5% بالتأكيد أي مواطن سعودي لديه حساب جاري مثلا في بنك أو حتى الدخاري مرابحات اسلامية لا تعطيها النسبة هذه بالتأكيد أن أفضل الله يستثمر فيها ويطلع لها العائد أفضل منها تبقى مجمدة من دون أي مردود أو يمكن مردود بسيط فلأقصد لها فوائد لكن طبعا الوعي الاستثماري مطلوب الهدف كله من هذه المحفزين لو تلاحظ هي تشجيع المستثم السعودي على الاستثمار طويل المدى والابتعاد عن المضاربات قصيرة للأجل حتى لا يضيع على نفسه الاستفادة من المنحة 10% أو الاستفادة من التوزيعات النقدية وحتى تغيير سلوك المتداولين الذي هو في الاكتتاب الأولية تغيير سلوك الناس باحتفاظ بالسهم أنا أتابع معكم السادة المشاهدين عذرنا السادة محمد ما قاله الرجل الإعمال خالد القحطاني أن تخصيص أسهم للأفراد أمر إيجابي طبعا الأسبوع القادم سيكون أسبوع شيء من ناحية الأخبار ومن ناحية الترقب لهذا الطرح الذي صار لنا من بداية الطرحة لرؤية 2030 نحن نترقبها لأنها فعلا أول ركائز ولبنات الرؤية العظيمة التي ستنطلق فيها بإذن الله تعالى طبعا بلا شك العكاس الإيجابي من خلال تخصيص أكثر من مليار سهم للأفراد هذا سيكون له طرح إيجابي وإحنا والكثير ما تحمسين بإذن الله لمشاركة فيه إذن أمور إيجابية كثيرة ستنعكس حتى على مستوى سلوك الأفراد مثل ما تحدثت مع الأستاذ محمد العمران ونكرر هذه النقطة أستاذ محمد يعني يمكن هذا التحفيز 180 يوم و5 سنوات التي أنت عشرت لها هي لتغيير سلوك الناس زمان كنا في الاكتتاب الأولي يكتتب وفي أول يوم يبيع يعني هو بالتأكيد سلوك خاطئ يعني ما في شك أنه فيه تطور كبير حصل في السنوات الأخيرة لكن ما زال يعني هذا السلوك ما زال له بقايا يعني الهدف من المحفزات الجديدة التي أعلنت عنها الدولة جزاها الله خير مسألة توزيع الأسهم 10% وأيضا توزيع النقدي على مدى 5 سنوات هي الهدف منها تشجيع النمط الادخاري طويل المدى بالنسبة لمن يتملك السهم لكن طبعا له الحق أنه يبيع لكن طبعا هيضيع نفسه فرص لو باع يعني قبل ما تلتزم بالشروط إن كان بالأسهم المنحة أو كان للتوزيعات النقدية النمط لا بد يتغير عن وجهة نظري يعني في كثير من الممارسات يعني التداول بناء على الشائعات المضاربة قصيرة الأجل هذه كلها لا بد أنها تتغير يعني حتى الواحد يستفيد لكن في النهاية يعني الفرد هو صاحب القرار أولا وأخيرا ونتمنى أن يتحول هذا النمط إلى نمط استثماري طويل الأجل بإذن الله طيب الإقبال العالمي يعني إحنا قاعدين نشوف الصين أنها ستدخل وصناديق وبلومبرغ ورويترز وكثير من الأخبار التي قاعدة تؤكد أن هناك صناديق استثمارية كبيرة ستدخل من اليوم الأول للتداول صحي يعني لا ننسى أن إدراج أرامكو أولا سيرفع تصنيف السوق السعودي بالأسواق الناشئة بحصة تقريبا تعادل 40% من المبلغ التي تم ضخها في السوق على مدى السنتين الأخيرة عندما تم رفع تصنيف السوق إلى سوق ناشئ من قبل MSCI وفوتسيرسل وغيرها وبالتالي يعني متوقع أن هناك ضخ أموال بعد الإدراج يعني هذا مؤكد لأنها مثل ما قلنا هي أخذ حصص حسب ما هو موجود ومتعرف عليه ومعلم مسبقا يعني من قبل هذه المؤسسات الجانب الآخر الذي ذكرته لك هنا قبل شوي أنه في حوالي 300 إلى 400 مليار هي تمثل استثمارات أجنبية من قبل صناديق استثمارية صناديق أوقاف شركات يعني دول صناديق دول شركات استثمارية كلها تحاول تأخذ ما يمثل حصص شركات الطاقة حول العالم وبالتالي إذا نجحنا بجذب جزء من هذه السيولة هذه مسألة حتمية أيضا لكنها طبعا ستحتاج وقت يعني بعد الإدراج لكن بالتأكيد يعني ستجذب سيولة أجنبية بالتأكيد لأن أي مستثمر أجنبي هو لما يشتري صندوق في الطاقة لا بد أن يحط ما يمثل أرامكو في هذا الصندوق وبالتالي في سيولة ستدخل حتما في أرامكو بعد الإدراج وهذا أستاذ محمد من إيجابية طرح أرامكو رح نرجع للموضوع هذا ولكن بعد أن نتابع حسم أو حسمة نشرة الإصدار الخاصة بالطرح العام الأول لشركة أرامكو موضوع ملكية الموارد الطبيعية مبينة أن جميع الموارد الطبيعية داخل المملكة بما في ذلك الموارد الهيدروكربونية ملك للدولة وتحظى أرامكو باتفاقية بامتياز حصري لاستخراج وبيع النفط فقط وضعت نشرة الإصدار الخاصة بالطرح العام الأول لشركة أرامكو النقاط على الحروف وأجابت على العديد من التساؤلات لدى المستثمرين حيث حسمت النشرة موضوع ملكية الموارد الطبيعية مبينة أن جميع الموارد الطبيعية داخل المملكة بما في ذلك المواد الهيدروكربونية ملكا للدولة بموجب النظام لينتهي بذلك الجدل القائم حول ملكية الموارد الطبيعية وتعود جذور ملكية الدولة للموارد الطبيعية إلى ثلاثينيات القرن الماضي حيث تم التصديق على اتفاقية الامتياز التي تؤكد على امتلاك الدولة للموارد الطبيعية فيما تمنح أرامكو الحق الحصري للحفر والتنقيب على النفط الخام والمركبات الهايدروجينية والكربونية لاستخراجها ومعالجتها وبموجب اتفاقية الامتياز فإن لأرامكو الحق الحصري في التنقيب عن المواد الهايدروكربونية في المملكة وتطويرها وإنتاجها حتى تسري المدة الأولية للامتياز لمدة أربعين عاما تنتهي في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر لعام الفين وسبعة وخمسين مع إمكانية تمديد مدة الامتياز لمدة عشرين عاما بعد مرور ثلاثين عاما على تاريخ سرايان الاتفاقية للأخبارية نوف العبدالله كما أوضح بندر الجابري عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية أن طرح أرامكو يعد إضافة للاقتصاد العالمي ويعتبر من أفضل الاكتتابات حول العالم طرح أرامكو حقيقة هو إضافة للاقتصاد العالم وشبه فيها أكثر نشكر مولاي خالد محمد بن سلمان على إتاحة الفرس الحقيقة لقطاع الخاص وكذلك المواطنين والمواطنات المشاركة في اكتاب رامكو ويعتبر أكبر ومن ناحية جودة ومن ناحية مالية يعتبر من أفضل الاكتتابات حول العالم لا إضافة الحقيقة للاقتصاد الدولة ولا إضافة الحقيقة لأرامكو ولمنسبة أرامكو والمساهمين وفي اكتتاب أرامكو أستاذ محمد حتى ينصح التعبير استايل أرامكو تغير من حيث الاستثمار اليوم أرامكو لم تعد تبيع البترول فقط وإنما تتوسع في البترول كيميائيات تذهب للاستثمار في الصين تذهب في ميناء قوادر في باكستان تذهب للولايات المتحدة الأمريكية من خلال استحواذ على مصافي هذا الاستايل الجديد إنصح التعبير لأرامكو هل أتى بالتزامن مع الاكتتاب؟ هل ستتغير استراتيجية الشركة ألية عملها أيضا؟ هي تغيرت استراتيجية الشركة في السنوات الأخيرة الآن هي استراتيجيا تركز على أو تستثمر في المصب بمعنى أن يستثمرون في التكرير وفي البترول كيميائيات تحديدا لأنها تعتبر أسواق مهمة للشركة على المدى الطويل طبعا الشركة من سنوات طويلة هي تستثمر في مصافي التكرير حول العالم التوزيع في الولايات المتحدة الشمال الأمريكا أيضا في الآسيا في الصين وغيرها من الدول حول العالم لديها قاعدة كبيرة من المصافي حول العالم لكن طبعا مؤخرا بدأت تركز على استحواذات فيه النشاط الكيميائي مثل ما معروف سوى صفقة لتملك 70% من شركة سابك متوقع الإتمام هذه الصفقة مع النصف الأول من عام 2020 أيضا تمت صفقة استحواذ على جزء من شركة ريلايينس الهندية واحدة من أكبر الشركات الكيميائية ومصافي التكرير في الهند لأن الهند اقتصاد قاعد ينمو من معدلات سريعة جدا ومن الضروري أن الشركة يتركز على سوقها دعونا نقمو نقطة الاستحواذات وتابع معكم مع السادة المشاهدين ونرجع نتكلم فيها هذا التقرير أو هذه النقاط عن الاستحواذات ترجمة نانسي قنقر إذن استحواذات هامة تكشف عن ألية وحجم الكبير لهذه الشركة العملاقة بالفعل قولا وفعلا السادة محمد مثل ما شرفنا في الفاصل استحواذات كبيرة جدا هوندالي القابضة سابق غيرها من الاستثمارات التي استفضلت فيها بتأكيد يعني الشركة مثل ما قلت لك يعني تستثمر لتوجد أسواق لها في المدى الطويل يعني لما تستثمر في كوريا أو الهند أو حتى في أوروبا في شمال أمريكا هي تخطط للمستقبل تخطط أن يكون في طلب على منتجاتها من خلال المنتجات البتروكيماوية أو إن كان في مصافي التكرير استراتيجية مهمة جدا يعني حاليا يعني الشركة نجحت نجاح كبير يعني طلب قوي جدا على منتجاتها ولديها يعني هي المعروف أنها أكبر شركة في العالم تملك طاقة انتاجية فائضة عن الحاجة يعني بقية الشركات الأخرى لا تملك هذه وهذا يعطي مرونة كبيرة لزيادة الانتاج عند الحاجة وتخفيضها حسب معطيات والاتفاقات أوبك مع أوبك بلس وهذه ميزة مهمة جدا لا ننسى أيضا انخفاض التكلفة عندها الانتاج يعني تكلفتها تقريبا تعادل حوالي دولارين دولارين ونصف فقط وهذا يقل بأكثر من 98% من التكلفة مع الشركات المنافسة لها لا ننسى ان مديونياتها أيضا منخفضة جدا يعني لا تزيد عن 3% فقط في الوقت اللي شركاتها المنافسة يعني مديونياتهم أكثر من 20% فتوقعات النمو كلها متاحة يعني إذا توسعت عن طريق الاقتراض أو بعادة استثمار الأرباح بالنسبة لها مجال كبير جدا بالنسبة لأرامكو على مدى المستقبل لا نسى انها تركز أيضا على قطاع البترو كيمويات وإذا نجحت فيه بالتأكيد أن هذا سيخلق طلب على منتجاتها في المدى الطويل ومن مختلف تعبض بعادة وتعبض حتى أرباحها وإرادتها بالتأكيد يعني الآن التقارير الآن بدأنا نسمع أنه حتى النفط الصخري بدأ يضعف شوي في الولايات المتحدة وإذا التقارير هذه طلعت صحيحة بالتأكيد هذا سيزيد الطلب على منتجات الرامكو في المدى الطويل وبالتالي يزيد الطلب وممكن نشوف زيادة في الانتاج يعني قصوصا أن الشركة يعني تملك طاقة انتاجية غير مستغلة ممكن تستغلها وتزيد الانتاج إذا قرد دولة ذلك طيب أستاذ محمد في نصف دقيقة لو سمحت هل يمكن أن نشاهد يعني توقع بالمستقبل أن نشاهد خروج شركة عملاقة كبيرة أخرى من رحم أرامكو سواء في عمليات التكرير أو في عمليات البترو كيميويات يعني أقصد خروج إحدى هذه العمليات لشركة مستقلة بالتأكيد الشركة يعني مثل ما قلت لك هي شركة وتحتها مجموعة شركات عملاقة يعني قطاع البترو كيميويات بالحالة هو خيار استراتيجي مهم يعني لننسى مشروع أيضا داو كيميكل اللي هنا في المملكة مشروع بيترو رابغ العديد من المشروعات اللي الشركة من زمان وهي تستثمر في هذا المجال لننسى أيضا مصافي التكرير حول العالم وأيضا في المنطقة هنا في الشرق الأوسط لديها قائمة طويلة من هذه المصافي وأيضا الشركة تنوي طرح بعض هذه المصافي داخل المملكة للاكتتاب داخل السوق المالي السعودية يعني خلال السنوات القادمة فبالتالي يعني أمامها فرص كبيرة هي شركة عملاقة وتحتها مجموعة كبيرة من الأنشطة ومن الشركات العملاقة هي الأخرى إذا ما قرناها مع الشركات المناظرة الأستاذ محمد العمران المحلل والكاتب الاقتصادي المعروف شكرا جزيلا لك إذن أعزائي المشاهدين نحن على موعد مع عرس اقتصادي عالمي غدا تابعونا اشتركوا في القناة